وفي ذات السياق صدر كذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذية ضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسية وجاء في المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد رقم 70 من الجريدة الرسمية أنه وزيادة على ذلك وبعد تعويض البنوك يتولى الصندوق مهمة مرافقة ومتابعة الشباب ذوي المشاريع المتعثرين في تزديد قروضهم البنكية ثم يقوم الصندوق بتحصيل هذه الديون البنكية المستحقة لدى الشباب أصحاب المشاريع المتعثرين بعد تحويل الحقوق التي تحوزها البنوك إلى الصندوق